أهلا بكم من جديد مشاهدنا تستمر إن شاء الله الأمطار الرعدية في التساقط وبغازة وإن شاء الله يارب تكون أمطار خير وهذا على المناطق الشرقية للبلاد بداية من مساء اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية يوم غد الأربعاء مساء يوم غد الأربعاء وهذا بشرق البلاد بالنسبة لسواحل الوسطى كذلك الأمطار رح تكون حاضرة إن شاء الله على فترات صبيحة يوم غد الأربعاء ليعود تعود الأدواء الرابعية المستقرة والمشمسة مع صبيحة يوم الخميس المقبل إن شاء الله شوفوا التفاصيل والبداية بالتنبيه الذي أصدرته صبيحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلاله على تساقط أمطار رعدية غزيرة ومعتبرة محليا وهذا بداية من الساعة ثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط وأبي غزارة إلى غاية تفجرة يوم غد الأربعاء إن شاء الله على أقل تقدير وهذا عبر كل من ولاية الطارف جلمة سقهرس أم البواقي باتنة خنشرة وكذلك ولاية تبسة الآن لمشاهدين نشوفوا مع بعض التوقعات خلال الساعات القليلة المقبلة بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله نلاحظوا أن اللون الأزرق والأمطار حاضرة إن شاء الله مشاهدين بالمناطق الشرقية على سبيل المثال على كل من ولاية بيجايا جي جينسكيك داعنا بالطارف سقهرس كذلك الأقسنطينة حتى لمتينة تخنشرة باتنة وأم البواقي يعني الأمطار تكون أكثر غزرة وأكثر اعتبارا بالمناطق الشرقية بالنسبة للمناطق الوسطى خاصة ساحلية منها بعض الزخات المطرية تكون حاضرة إن شاء الله ليوم غد الأربعاء بالنسبة ليوم الخامس نلاحظوا مشاهدين يعود الاستقرار لشرق البلاد لتصبح بذلك الأجواء مشمسة وربيعية مختلف ولاية الوطن مع صباحة يوم الخامس إلى غاية يوم الجمعة المقبل على أقل تقدير الآن مشاهدين نشوفوا مع بعض الكتل الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة الأجواء الباردة أقول تكون حاضرة على المناطق الشرقية خاصة مع الاضطراب الجوي اللي شهدناه يعني اللي نشهدوه وشاء الله يستمر إلى غاية مساء يوم غد الأربعاء حيخلي درجة الحرارة تبقى دايما نوعا ما منخفضة بالمناطق الشرقية خاصة الداخلية منها رح تكون بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية ما بين حوالي 7 إلى 9 درجات فقط كأعلى مقياس بالنسبة للمناطق الغربية وكذلك الوسطى ما بين 10 إلى 15 درجة جنوب البلاد رح نسجل إن شاء الله ما بين 15 إلى غاية 25 درجة بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية أما عاني الظاهرة تبقى دايما درجة حرارة فصلية تميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد وعلي بالنسبة للمناطق الشرقية تبقى دايما منخفضة نسبيا عن معدلها الفصلي ما بين حوالي 18 إلى غاية 20 درجة إن شاء الله أما على عكس المناطق الوسطى والغربية أجوال حرارة نسبيا بالمناطق الغربية ستصل أو تتحدى 30 درجة على كل من مدينة معسكر غليزة نشلف سيدي بلعباس حتى لتلمسان ومدينة وهران إن شاء الله فيما يخص المناطق الوسطى ستسجل إن شاء الله ما بين 20 إلى 25 درجة جنوب البلاد كمان لحظوا أجواء حرارة درجة حرارة جد قياسية ب45 درجة مئوية تحت الظل ستسجل على مدينة تندوف أدرار كذلك على إنسالح إنجزام برج بجي مختار وحتى على جنوب مدينة جانت إن شاء الله فيما يخص شمال السحراء منطقة الواحد سنسجل ما بين حوالي 30 إلى 35 درجة كأعلى مقياس بشمال السحراء ومنطقة الواحد مشاهدين بهذه التوقعات تصل لطيورقة حوالي التقصى العودة إلى بلال ستكون بعد الفاصل